نبقى في شان المغربي حيث عرفت آلاف سيارات وشاحنات تأخرا ملحوظا في موعد الفحص التقني بسبب حالة الحجر الصحي التي فرضتها ظرفية جائحة كورونا ما دفع بالوكالة الوطنية لسلامة الطرقية وشركائها بتمديد موعد الفحص التقني دون تعرض سيارات التي خلفت الموعد للمخالفة القانونية التفاصيل تابعا في روبرتاج أمل هوري وينسى الميسوري قرابة 800 ألف سيارة و67 ألف شاحنة لم تتمكن من إجراء الفحص التقني بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة ما جعل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا تتخذ قرار تمديد صلاحية الفحص التقني التي انتهت خلال فترة الحجر الصحي إلى غاية الخامس عشر من غشت بالنسبة للسيارات وإلى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري بالنسبة للشاحنات المعنية في المدينة كما تتенсaws بشرت السرونة عندما يوم المدينة من الجائحة تختفى القدر من الهجرة والمدينة وتطيع تشغل الجائحة التي تتخذها بل جوز السرونة عندما يتم تنتظر الوطنية من تتخطت من الجائحة لن يوم تتعالى المدينة في المدينة تدخل، تقدمنا الوطائق ديالو، الكارت غريس والأداء، وعندما تدخل تزنفكت بيان في المن ديالو. محاضر المراقبة التقنية للسيارات التي انتهت صلاحيتها بين الثامن عشر مارس والحادي عشر من يونيو الجاري، تقرر تمديد صلاحيتها هي الأخرى إلى غاية الخامس عشر من غشت القادم. السيارات الحاصل على محاضر المراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ الثاني عشر يونيو الجاري، هي الأخرى ستستفيد من مهلة سياران الصلاحية إلى غاية الخامس عشر من غشت. تم اعتماد وحد النظام ديال أخذ المواعد عن قعد، اللي كي يضمن الخدمات اللي كتقدم المرتفقين، يعني العموم ديال المواطنين، سواء في المراكز ديال تسجيل السيارات وكذلك في المراكز ديال الفحص التقني. إجراءات وتدابر صحية وأخرى تخص تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي بعدد من مناطق المملكة، كأخذ موعد مسبق من أجل فحص التقني للسيارة تفادياً للاكتداد، الذي قد يؤثر على السير العادي لمراكز الفحص التقني، وسلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.